كما نعلم عن انخفاض أسعار النفط وأيضا الغاز حول العالم في 2020 وذلك نتيجة انخفاض الطلب بلا شك تأثر بشكل ملموس كلفة النقل ماذا عن شركة ناقلات المدرجة في البورصة القطرية وكيف كانت نتائجها خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2020 طبعا في الأرباح في التسعة أشهر كان هناك ارتفاعات بحدود إلى 24% لتصل إلى نحو 900 مليون ريال في الربع الثالث ارتفاعات بنحو 39% 351 مليون ريال العاد على السهم طبعا ارتفع بحدود 23% إلى 16 درهم تقريبا طبعا الشركة تمتلك أسطول بحدود 74 ناقلة من المتوقع أن يرتفع هذا الأسطول إلى نحو 180 ناقلة في 2027 ماذا عن تفاصيل الانكمستاتمنت أو قائمة الدخل حتى أو في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري طبعا الإرادات قد ارتفعت بحدود 12% ومقابلها ارتفاع في المصروفات بحدود 8% طبعا نمو الإرادات يعود بشكل عام لمشروع نقل الغاز الطبيعي والبترولي المسالين بالنسبة للإرادات كذلك نتيجة الاستحواذ على حصة الشريك INSW والبالغة نحو 50% وبالتالي دفعت أو دعمت الإرادات المصروفات الإدارية والعمومية كان هناك انخفاض بحدود 19% تعتبر نقطة إيجابية بالنسبة للشركة وأدائها خلال هذه الفترة المصروفات التشغيلية بطبيعة الحالة بد أن ترتفع بحدود 12% ولكن المهم لدينا هنا هو هامش جمال للربح لغروس بروفيت مارجن مصاريف التوميل ارتفعت بحدود 2% لتصل لنحو 874 مليون ريال طبعا إجمال للمديونية الشركة قد وصلت إلى نحو 21 مليار ريال في نهاية سمتمبر من عام 2020 ماذا عن البالانس شيت حتى نهاية هذه الفترة الموجودات قد ارتفعت بحدود 1% طبعا موجودات منها معدات وسفن تقارب 23 مليار ريال طبعا الناقد يصل إلى نحو 3 مليارات ريال المطلوبات ارتفعت بحدود 2% في المئة 26 المطلوبات قروض متداولة فقط التي لا بد تزديدها في أو خلال عام قد وصلت إلى نحو مليار ومئتين مليون ريال حقوق المساهمين قد انخفضت بحدود 3.5% مسجلة نحو 6.6 مليار ريال طبعا أرباح مدورة بقيمة 3.3 مليار ريال تدعم أيضا القيمة الدفترية للشركة المستجدات التي كانت خلال الأشهر 9 الأولى طبعا متوسط الأسعار خلال هذه الفترة قد تراوحت ما بين 30 إلى 55 ألف دولار يوميا أما لعقود لأكثر من عام أو بعد عام 2020 هي تتراوح ما بين 53.6 إلى 71.3 ألف دولار يوميا طبعا عدد السفن نقل الغاز المسال حول العالم تتجاوز 530 سفينة حول العالم وبالتالي هذه المنافسة تواجهها ناقلات أهم الأحداث خلال هذه الفترة وخلال الأشهر 9 الأولى طبعا توقيع عقد بناء 100 ناقلة بـ 19 مليار دولار في مايو وأيضا المرحلة الثانية من تشغيل العمليات التشغيلية لشركة شيل وأيضا إلغاء إدراج أسهم الشركة في معشر MCI للأسواق الناشئة في أبريل ترجمة نانسي قنقر